وعلى همش أعمال القبة العالمية للحكومات بدبي شارك رئيس السيسي في المائدة المستديرة لشركات المليارية وفي جلسة تمكين القطع الخاص ودور الصندوق السيدي المصري كما عقد سلسلة لقاءات مع الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات وكذلك مع مديرة صندوق النقد الدولي شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات القمة العالمية للحكومات بإمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة بحضور سمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي كما شارك السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في المائدة المستديرة للشركات المليارية وذلك على هامش المشاركة في فعليات القمة العالمية للحكومات بإمارة دبي وبحضور المسؤولي عدد من كبريات الشركات الناشئة المليارية في تطبيقات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية والإدارة المستدامة في الموارد وعلى هامش المؤتمر التقى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في دبي مع السيدة كريستالينا جوجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي اللقاء تناول استعراض أوجه العلاقات بين مصر وصندوق النقد الدولي لسيما في ضوء برنامج التعاون بين الجانبين لاستكمال تنفيذ مسيرة الإصلاح الاقتصادي المصري كما التقى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع شيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس المزراء حاكم إمارة دبي كما شارك السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في جلسة بعنوان استثمر في مصر تجربة الصندوق السيادي المصري